أما الآن فيسرنا نستضيف الشيخ عبدالله عامر العجمي من جمعية الرحمن أولا الشيخ عبدالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أهلا وسهلا بكم نرحب بكم في هذه المسيرة ودائما ما نسعد بتجدد اللقاء معكم ومع هذه الجمعية التي لظار ما تميزت بمشاريعها الخيرية وأيضا تميزت به دعمها لأهلنا نتحدث عن أهم وأبرز ما قدمته الرحمة العالمية منذ بداية العدوان على غزة وحتى يومنا هذا لأهلنا المنكوبي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أحييكم أخواني المحسنين والمحسنات والمستمعين ونحيي ذاعة القرآن الكريم والقائمين عليها على إتاحة هذه الفرصة بفضل الله وكرمه كانت جمعية الرحمة العالمية وأخواتها من الجمعيات الكويتية من أوائل الجمعيات التي أطلقت حملة إغاثة منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة دعما وعونا للنساء والأطفال والمرضى والجرحى وكبار السن وبفضل الله ثم بدعم أهل الخير جملة من استفادوا من مساعدات حملة غزة تنادي وهذه الحملة أطلقناها في بداية الأحداث التي كانت في غزة وهذه الحملة التي قامت بها جمعية الرحمة العالمية والتي بدأت منذ بداية الأحداث وحتى اليوم بلقت ما استفادوا من هذه الحملة 550 ألف في مختلف محاور مساعدات الحملة غذاء ودواء وإيواء في شمال غزة والوسط والجنوب فقد واصلت الرحمة العالمية تقديم الاحتياجات والإمدادات الغذائية لأهل غزة من وجبات وطرود غذائية وتناكرة للمياه عادت بالنفع لأكثر من 500 ألف فرد بمناطق متفرقة في القطاع فكان المستفيدين من هذه التناكر 100 ألف مستفيد من مشروع إفطار الصائم في رمضان الكريم الذين استفادوا من مشروع إفطار الصائم في رمضان الفائت 101 ألف مستفيد بين السلال رمضانية ووجبات ساخنة خففت عنهم عناء البحث عن طعام الإفطار والحمد لله كما حرصت الرحمة العالمية على توفير مستلزمات الإيواء من خيام وطرود غذائية ولوازم معيشية منذ أيام الحرب الأولى لنحو 50 ألف متضرر من أثار العدوان أما محور الدواء وتشغيل مستشفيات فقد اجتمل على تقديم الأجهزة والمعدات الطبية والمساعدات العلاجية وسيارات الإسعاف ومقول لتشغيل المستشفيات ونقاط طبية لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى والمرضى في مراكز الإيواء مبينا أن عدد مستفيدين من تلك الخدمات بلغ 214 ألف فرد ومن خلال برنامجكم المبارك تتوجه جمعية الرحمة العالمية بخالص الشكر لأهل الكويت أميراً وحكومةً وشعباً على فزعتهم المباركة لأهل غزة سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم يا رب العالمين بالحديث عن جهود الرحمة العالمية في دعم أهل غزة وتحديداً في الجانب الصحي عن مستشفى الكويت التخصصي التابع للرحمة العالمية في محافظة رفح ماذا عن دعمكم المقدم لهذا المشفى؟ بدايةً نوضح المستمعين والمستمعات أن مستشفى الكويت التخصصي تأسس بدعم كريم من أهل الخير عبر جمعية الرحمة العالمية عام 2007 في محافظة رفح جنوب قطاع غزة على مساحة 1200 متر ويضم المستشفى 15 عيادة و13 قسماً طبية وقد بأشر مستشفى علاج الجرحة والمصابين منذ اللحظات الأولى منذ اللحظات الأولى العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 ولم يتوقف عن العمل رغم التهديدات المتتالية بقصفه إلى جانب مشكلات نقص الوقود وخلال الفترة الماضية أيضاً منذ أكثر من 200 يوم قامت الرحمة العالمية مدعومة بتبرعات أهل الكويت بدعم مستشفى الكويت التخصصي بما يلي أولاً توسعة تطوير أقسام المستشفى قسم الطوارئ تم زيادة القدرة السريرية من 3 أسرة إلى 46 سرير قسم المبيت تم زيادة القدرة السريرية من 10 أسرة إلى 90 سرير كما تم زيادة الكادر الطبي من 47 كادر إلى 300 كادر كما تم إنشاء مشفى ميداني ملحق بالمستشفى وكذلك افتتاح عيادات تخصصية قسم العمليات وقسم النساء وقسم التوليد أما بالنسبة لأعداد المستفيدين من خدمات المستشفى منذ بداية الحرب فإجمال الحالات التي استقبلها مستشفى الكويت التخصصي على مدار 200 يوم من الحرب على قطاع غزة بلغ 560 ألف مستفيد على نحو التالي قسم الطوارئ 196 ألف مستفيد وقسم الصيدة لأكثر من 300 ألف مستفيد وقسم المختبر 19 ألف مستفيد قسم الأسنان 22 ألف مستفيد قسم الأشعة 17 ألف مستفيد العمليات الجراحية 100 ألف عملية جراحية 1187 عملية جراحية 1187 عملية جراحية كذلك استقبل المستشفى الوفود الطبية وكانت 6 وفود طبية من دولة الكويت وغيرها جميل نسأل لكم التوفيق دائما ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف كل هذه المعالاة التي وانا في غزة وأهلنا المنكوبين الآن الشيخ عبدالله عامر العجمي من جمعية الرحمة العالمية أشعانات مستمرة وصار لها فترة طويلة فكيف وجدتم تفاعلنا؟ هل ما زال الإقبال على التبرع والمشاركة في التخفيف من معاناة أهلنا المنكوبين في غزة؟ هل ما زال بنفس العطاء منذ بداية الأزمة؟ فبيدنا أيضا نوجه كلمة لأسهد المستمعين بالاستمرار للجمعيات الخيرية بمختلف مسمياتها لتخفيف من هذه المعاناة التي يمرون بها الحمد لله بفضل الله عز وجل وكرمه أخي إبراهيم الكويت بلد العطاء قيادة وشعبا وحتى مقيمين منذ أن ننزل أي مشروع لدعم إخواننا بفضل الله عز وجل نجد الإقبال كبير بفضل الله عز وجل ولازال مستمر وخاصة ما نراه من تداعي وأحداث خاصة كذلك بعد اقتحام رفح وما نراه من دماء وقتل وتشرد نساء وأطفال وكبار سن لم يرقبوا فيه مؤمن إلا ولا ذمة نوجه لإخواننا المحسنين والمحسينات سواء في بلادنا الكويت أو خارج البلاد الواجب أن يسارع المسلمون لدعم أهلنا في غزة ماديا ومعنويا وكسر الحصار عنهم وبكل ما تيسر من السبل السياسية والإعلامية والمادية والإغاثية واللهج بالدعاء لهم بالنصر والثبات فهذا فرض عظيم والتخاذل عنه إثم جسيم وتركهم بلا غذاء ولا دواء ولا مأوى من أعظم المحرمات وأشد الموبقات قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والواجب على المؤمن من ذلك ما يطيقه ويستطيعه الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس أقدراتهم وإمكاناتهم إلا أن الذي يجب أن يجتمع عليه الجميع هو الشعور بالمصاب والتألم لبلاء إخوانه المؤمنين والدعاء والعطاء لهم لما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحمى وهذا أقل الحقوق التي تجب على المؤمنين بعضهم على بعض في المصائب والنكبات طيب نشكركم لزيل الشكر شيخ عموة عبدالله فقط إذا كانت هناك كلمة أخيرة أو حتى نذكر أسهل المستوى التواصل معكم لكل من يرغب في المشاركة الحمد لله نشكر جميع من وقف معنا في هذه الحملات التي تطلقها جمعية الرحمة العالمية والتي نرى أثرها قد بلغ لإخواننا في غزة وقد لامس حاجاتهم ولامس جراحهم نسأل الله عز وجل أن يعجل الفرجة لهم وأن ينصرهم نصرا مؤزرا مبينة طبعا لمن أراد المشاركة معنا عليه التواصل معنا من خلال موقعنا الإلكتروني خير أونلاين أو بالاتصال على الخط الساخن الجمعية 1-4-8-0-8 أو بزيارة فروع الرحمة المنتشرة داخل دولة الكويت ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يجعل ما يوجدون به في موازين حسناتهم يوم القيامة وأن يحفظ للكويت قيادتها وشعبها وأمنها وأمانها وأن يصلح حوال المسلمين في مشارق الأرض ومقاربها وأن يجعلهم كل هم من فرجة ومن كل ضيق مخرجة ومن كل بلاء عافية وأن يصلحنا ويصلح حالنا وما آلنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد